من الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال السنوية العامة وحوش المذاكرة رجعنا تاني مع حضراتكو لكتاب المهارات ملحق المعاصر هناخد دلوقتي مع حضراتكو المهارات أو السكيلز بتاع تيونيت 4 وهي حاجة بسيطة وسهلة جدا اللي هي كتابة الإيميل أو الإيميل رايتنج بصوا جماعة موضوع الإيميل رايتنج ده بيتكون من سبع عناصر أنا رسم لحضرتك الإيميل على الشمال وهو في صيغة مبسطة وأول عنصر فيه اللي هو السندر أو from line اللي هو السطر اللي بنكتب فيه عنوان المرسل هنا ده the sender's email بيتكتب فيه الإيميل بتاع المرسل اللي هو في الحقيقة ما بيظهرش الإيميل في الغالب يعني actually فعليا the sender's name هو اسم المرسل اللي هو appears in the line هو اللي بيظهر في السطر ده تحت منه على طول خانة أو سطر اللي المرسل إليه اللي هو recipient أو المستقبل أو بدل recipient تتلاقي to line إلى ودوت المرسل إيه اللي هو the recipient email برضو الإيميل بتاع recipient أو حتى the recipient's name اسمه appear zheer بيظهر هنا كان الإيميل أو الإسم برضه طيب بعد كده subject line أو السطر بتاع الموضوعه ده حاجة مهمة جدا subject دوت اللي لازم تكتب فيه انت باعت الإيميل بخصوص إيه tells the recipient بيخبر المستقبل أو المرسل إليه what the email is about الإيميل دوت عن إيه بالظبط بعد كده بتخش فيه المكان الفاضي الكبير للكتابة وأول حاجة فيه اللي هو openers أو salutation أو greeting اللي هي الافتتاحية أو التحية اللي بتحيي بيها اللي انت بعت له الإيميل واللي بتبدأ غالبا بكلمة دير عزيزي إيه دية it should match the tone طبيعة والله انت على حسب انت بعت إيميل رسمي ولا غير رسمي لازم التحية دي تناسب الطبيعة أو المقدمة دي تناسب الطبيعة and the subject of your email والموضوع بتاع الإيميل بتاعك تناسب طبيعته والموضوع بتاعه وطبعا مقدمة تحت منها بعد كده الجزء بتاع الباضي اللي هو فقرات بقى الموضوع بتاع الإيميل نفسه انت هتكتب إيه ده contains the message of the email ده بيحتوي على الرسالة بقى نفسها بتاعت الإيميل it contains your ideas بتحتوى طبعا على أفكارك and details وتفاصيل الإيميل it should be المفروض بقى الإيميل الناس بتبعت إيميلات مش عشان ترغي it should be short تكون قصيرة بضي يكون مركز كده short قصير and extensive ومركز بعد ما تخلص حضرتك هتخش على سادس عنصر اللي هو الخاتمة بتاعتك أو closing closing دي عبارة عن choose بقى closing اختار أفلة أو خاتمة that match the tone برضو تناسب الموضوع بتاعك بتاع الإيميل such as best wishes زي مثلا تكتب best wishes see you later أراك فيما بعد sincerely المخلص أو لك بإخلاص وبعد كده في آخر حاجة السطر السابع اللي هو إيه اللي هو signature أو sign of التوقيع أو الإنهاء اللي بتكتب فيه ده sender's name اسم المرسل whether the email was formal or not ممكن يبقى formal على حسب والله الإيميل اللي انت بعته formal ولا informal شوف الصيغة اللي هتكتب بها اسمك أو هتقفل بيها طب كويس الفورمل والإنفورمل بقى اللي هو إيه الإيميل والله فيه نوعين لو الإيميل بتاعك formal لنظام ولو الإيميل بتاعك informal غير رسمي حيبقى برضو لنظام تاني تعال أما نشوف style style أو الأسلوب بتاع الإيميل الرسمي يا جماعة straight مباشر short وصير passive tone بيستخدم صيغة المبني للمجهول ما بيوجهش أوامر مباشر طيب بالنسبة للإنفورمل لا ده بقى بترغي descriptive words مش مش مباشر بقى ارغي صاحبك active tone ويستخدم الأسلوب إيه أو الأسلوب المباشر أو الكلام المباشر عادي ماشي طب بالنسبة للتحية في الفورمل إيميل التحية لا تقول dear sir سيدي أو عزيزي الأستاذ أو dear madam dear madam سيدتي العزيزة أو ممكن تقول dear بدل ما تقول sir أو madam تكتب اللقب mister فلان أو الأستاذ فلان أو الأستاذة فلانة والإسم طيب لو الإيميل غير رسمي خش يباشر أقول له هاي وهلو هاي وإسم صاحبك وعبك الدنيا صاحبك طيب في اللانجوج الفورمل إيميل في اللغة بتاعت البريد الإلكتروني الرسمي don't use abbreviations ما تستخدمش اختصارات apostrof s والخلام ده or contractions ما تستخدمش apostrof s contractions أو abbreviations بقى اللي هي الحروف المختصرة زي asb plz الحاجات اللي حمستخدمها في السوشال ميديا دي لا ولا تستخدم فيها imperatives ما تستخدمش في صغية الأمر مال في الفوق في الانفورمل عيش استخدم الابريفيشنز براحتك واستخدم واتدي له أوامر وانها براحتك طيب بالنسبة بقى للتوقيع في الإيميل الرسمي اللي تقوله regards تحياتي you're sincere للمخلص صيغة عسماية نما صاحبك ممكن تقوله في الانفورمل باي سي يو ما عيش حياتك مع ختمة أو أي قفلة بالطريقة اللي هي في عجلك جميل جدا كده احنا خلصت خلاص يا جماعة الإيميل تشرح تمام والحمد لله خلص بمنتهى البساطة وتعال على التمارين بتاعة حضرتك اللي موجودة في ملحق كتاب المعاصر صفحة خمسين يقولك في رقم واحد you need to learn about emails انت محتاج تتعلم عن الإيميلات ليه أتعلم الإيميلات as it's a means of communication لأنها وسيلة اتصالات أو طبعا to quickly contact someone علشان أتواصل مع حد بسرعة أو برضى أو تبعث استفسار أو ترسل سؤال لو أنت عايز تستفسر عن حاجة لو أنت مثلا عايز تشتري منتج فتبعت الشركة تستفسر استفسارات عن المنتج ومقاساته وأسعاره وألوانه هو ممكن طبعا يبقى الإجابة نمردي للكل نحن نكتب الإيميلات عشان السرعة بتنهي خلاص ما عادش بقى نظم الجوابات بتاع زمان number two بيقولك you write the message you want to send in the space of an email أنت بتكتب الرسالة بتاعتك فين في الإيميل في السبجكت الموضوع ولا في two line إلى ولا body في الباضي ولا from من طبعا بتكتبها في الباضي نحن لسه قررين هبقوا في التعريف بتاعه number three you start the body of an email or a letter أنا ببدأ بقى أول كلام بعد ما أكتب السبجكت وال from و two سبجكت أبدأ أول حاجة بإيه فاندم بالbody بتاعي أبدأ بإيه أبدأ بالتحية على طول with a greeting إيجابة بإيه with the closing اللي هي الختام by summarizing إنك تلخص اللي أنت قلته ولا وذق بالموضوع number four the correct title اللقب الصحيح for a teacher or principal لو المدرس بتاعك أو المدير بتاعك وإنت بعت له email وطبعا طبعا ما هتبعت لمدرسك أو لمديرك يبقى أنت هتبعت email رسمي اللقب الصحيح بقى لمدرسك أو مديرك ده هيبقى friend صديق ولا teacher يمدرس على طول ولا principal يمدير على طول ولا لازم أحط قبل منه mister أو miss أو miss على حسب number five you use the carbon copy option اللي هو CC دوت جزء كده موجود اللي هي carbon copy ده carbon copy دوت يا جماعة CC ده موجود برضو مع subject مع الموضوع فوق ومع الراسل والمرسل from الكلام ده علشان أعمل نسخة طبق الأصل أبعثها لحد تاني قبل شخص آخر فبعمل منها CC اللي هي carbon copy اختصار carbon copy يعني نسخة بالcarbon نسخة مطابقة بالضبط عشان أبعثها لحد تاني يبقى دية أنا بقى أستخدمها إمتى like the email لما تعمل للإيميل like ولا want to keep the email for yourself فعايز تحتفظ بنسخة من الإيميل لنفسك ولا want to send the exact email to another person عايز تبعث نفس الإيميل لشخص آخر ولا want to make sure it's saved ولا عايز نتأكد أنه متسيف أو محفوظ number six before sending an email to an individual قبل ما ترسل الإيميل لفرد أو لشخص you need to know انت محتاج أنك تعرف their classroom فاصله their home address عنوان البيت their email password عايز بكلمة السر بتاعت الإيميل ولا their email address طبعا أنا علشان أبعث إيميل لواحد ده زي ما أكون أعرف إيميله إيه أصلا number seven you shouldn't share space in emails لا ينبغي أنك تشارك أو تشارك أو تشارك نقط في الإيميلات أنا ببعث إيميلات لحد أكتب فيها private information معلومات خاصة وشخصية your password أكتبها كلمة السر أكتب فيها your credit and card number ولا حاجة من دول يبقى الراجل بيقول لي you shouldn't share line بغي أنك تشارك كل ده الإجابة المريد دي ما تشاركش ولا حاجة من دول ولا تكتبه في إيميلك number eight which of the following is formal closing مين في دول أفلة رسمية ختم رسمي للإيميل أقول له buy ولا goodbye ولا sincere or see you later see you later برضو غير رسمية بالإجابة نمرة C sincerely المخلص أو لك بإخلاص number nine بيقول لك what should you do before you send an email ماذا ينبغي أن تفعل قبل أن ترسل الإيميل الإيميل قبل بما أبعثه look at your grammar بص في القواعد اللي أنت كتبها شوف اللغة بتاعتك مزبوطة ولا لأ check your spelling شيك على أو تأكد من بتاعك مزبوط ولا لأ proof read يعني إيه proof read قراءة تصحيح الأخطاء اقرأ علشان تطلع غلطاتك وتحاول أنك تصلحها قبل ما تبعث الإيميل بالذات في الإيميلات الرسمية يا جماعة أوعى يكون في غلطة في أي حاجة تتخذ عليك على طول يتقال عنك أن أنت ما بتعتنيش بكتابتك ولا بمراسلاتك علشان بكرة إن شاء الله لما تكبره كده وتتقدمه على شغل وتبدأوا تبعثوا إيميلات رسمية والكلام ده أكد على الكلام ده كله إذن الإجابة يبقى نمر دي ايه و بي و سي كلهم لازم أتأكد منهم قبل ما اتكع على زرار الإرسال بتاع الإيميل تعال على صفحة 1 و 50 بيقولك فرقم 10 to make the content of an email concise عشان تخلي المحتوى بتاع الإيميل concise مركز ومختصر and relevant ومتعلق بالموضوع you should يعني بغي عليك إنك إيه بقى break long text into paragraphs ان انت تقسم النص الطويل ده تعملوا باراغرافات طب ماشي omit unnecessary words يعني تحفز في الكلمات الغير ضرورية keep sentences short خلي جملك قصيرة كل ده يا فندم علشان أخلي باراغرافي مختصر وقصير وله علاقة بالموضوع اللي أنا بكتبه أو الإيميل بتاعي لازم الحاجات دي كلها أعملها يبقى الإجابة نمردية number 11 email subject lines should يعني subject line اللي هو الخط أو المكان اللي بكتب فيه الموضوع شو دي ينبغي أن يكون not be clear الموضوع بتاعك ما يكونش واضح بالعكس ده من كلمة الموضوع دي ممكن الرجل يقرر يفتح الإيميل أصلا ولا ما يفتحوهش لما يقرر subject تشوف موضوعك عن إيه فيقرر أنه يفتح إيميلك أصلا ولا ما يفتحوش إقراءه لما يقرهوش من كلمة subject not be clear ده بالعكس ده لازم يكون واضح جدا not be specific ما يكونش محدد ولا يكون summarize your intention يلخص نيتك أو يلخص قصدك أو يلخص مقصودك من الإيميل ولا disinterest the reader ما يشوقش القارئ الإجابة المريكسي ينبغي على subject بتاع الإيميل أو الموضوع بتاع الإيميل أنه يلخص اللي أنا عايز أقوله في الإيميل بتاعي number 12 which of the following is disadvantage for using إيميل إيه من دول عيب من عيوب استخدام الإيميلات في عيب من عيوب استخدام الإيميلات أو يا فن it's limited number of receivents العدد المحدود للمستقبلين لا أنا ممكن أبعثه لكذا واحد there is a lack of possible detail يعني نقص التفاصيل له أنا ممكن أكتب تفاصيل كتير جدا من عيوب الإيميل it's difficult for the receiver to determine the tone of the email فعلا وهو الله أنا أصلا بعت حاجة مكتوبة ما بيسمعنيش بصوتي ولا بيشوفني بصورتي فممكن إن هو يبقى صعب عليه إنه يحدد الانطباع أو طبيعة أو أسلوب الإيميل هل أنا متضايق هل أنا مرسوط هل أنا سعيد يبقى ده من أحد عيوبه طيب نمرد دي ينفع يبقى the speed of sending سرعة الإرسال والاستقبال بالعكس دي أحد مميزاته يبقى من أحد عيوبه إنه إنت ممكن إيه إن المستقبل ما يحددش التون بتاع الإيميل تعال على نمبر 13 المعلومات اللي ممكن أحطها في الفقرة النهائية من الإيميل خلاص أنا قرب تختم أحط يعني أعرض عرض أو إن أنا أطلب تصرف معين طبعا ده في الخاتمة أكيد موضوع الإيميل لا موضوع الإيميل فوق تفاصيل الاتصال بيك لا تتحطش في الآخر بيك معلومات زيادة عن الموضوع لا يبقى اللي جابع حضرتك هي إيه إن أنا أقدم عرض نهائي أو إن أنا أطلب حركة أو أطلب منه يعني نداء للتحرك طيب نمبر 14 في الفلخانة بتاعت إيه اللي هي المرسل إليه أكتب تيها إيه يورنيم اسمك يورنيم الأدرس عنوانك أنت أو اسم الشخص اللي أنت بعث له لأنا ما بعتنوش اسم الشخص أنا بكتب فيه إيه الإيميل أدرس العنوان بتاع الشخص اللي رايح له الإيميل أو اللي أنا بكتب له الإيميل نمبر 15 بيقول لك في الخانة بتاعت من هتحط إسمك أو إيميل أدرس عنوانك أنت بتكتب العنوان هو بقى الإيميل لما يبعث الجهاز أو الموقع الإلكتروني اللي أنت بتهوست عليه إيميلك لما يبعث أو ممكن يشيل الكلام ده ويحط أسامي لكن أنت لما بتكتب جوه الخانة بتكتب الإيميل تعال على نمبر 16 في الخانة بتاعت أنا بكتب إيه والله أنا بكتب الإيميل فيها بكتب عن إيه هتكلم في الإيميل عن إيه بقى الإجابة نمرة إيه أفضل طريقة تبدأ إيميل رسمي أفضل طريقة تبدأ بها إيميل رسمي لحد ذات يظن طلو ما تعرفوش هاي وهي ذير الكلام ده ما ينفعش كله أنا هبدأ بدير لأن ده إيميل رسمي ما ينفعش فيه التلاتة الأولين دول كلهم غير رسمي ويا ربي تكونوا استفدتوا وإن شاء الله نشوفكم على خير دايما فيه إيميل أو نشوفكم على خير دايما إن شاء الله في فيديوهات تاني قريب كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته